اشتركوا في القناة لتوقعات الأسبوع اللي الواحد يعرف بخلال الأسبوع هذا كيف برنامجه بده يكون أو كيف الوضع الفلكي رح يكون طبعا القمر اليوم بما أنه رح نحكي عن توقعات يوم السبت وتوقعات الأسبوع القمر موجود الآن في برج الدلو موعد بث الحلقة في ساعات الصباح صباح اليوم السبت رح ينتقل لبرج الحوت هو الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة للساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة بعد عصر يوم السبت لينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج وإطلاف الأموال والتفريق والضرر بما أن القمر الآن موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح معناته من ظل أنه بخلال الفترة هاي اللي هي من الآن للصباح نشعر بأن بحاجة ماسلة تغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعياً ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلاً أو شراء جهاز استيريو أو أجهزة إلكترونية الفاز أو من هذا القبيل وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً في عنا مجموعة من الزوايا الفلكية زاويتين اليوم يعني بدأ تأثيراتها بشكل واضح الزاوية الأولى اللي هي زاوية التثليف الإيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعاً حكينا أنه اليوم بداية تأثيراتها اللي هو يوم 16-7 رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 18-7 وهي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو يعني قيادة ودكتاتورية والجيش والأمور هاي وبلوتو اللي هو كوكب التغييرات المفاجئة والعنيفة طبعاً التأثيرات ابتداء من اليوم لغاية يوم 23-7 هاي الزاوية عادةً لما بتصير أي زاوية سلبية بين الشمس وبين بلوتو بتطور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو هاي بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم 14-7 بلشت لغاية يوم 21-7 هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر أول زاوية رح تكون زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون ذروتها ساعة 34-30 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها من ساعات منتصف الليل وطيلة ساعات مهار لغاية ساعات الظهر تقريبا لا تنتهي تأثيراتها الظهر يوم السبت هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحصن عطاءهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 34-36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت وبيستمر لغاية الساعة 8-17 دقيقة صباحا برضو من صباح يوم السبت بتوقيت جرينيتش لا ينتقل للقمر بعدها لبرج الحوت هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي مدتة قريبا لأربع ساعات اللي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8-17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبيستقر في برج الحوت عشان هيك بتصير الناحية الروحية بتلعب دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ومننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن البعض يقع في حبائل الغرام وبوسعنا في هاي الفترة نستغلها للتأمل والصلاة وأمور الهلاقة بالطاقة والأمور هاي وبرضو النجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء زهور اقتناء آل التصوير بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم رح تكون ذروتها هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد ذروتها اليوم الساعة 7 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة لآخر زاوية وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة 9 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش طبعا تأثيراتها من ساعات ما بعد الظهر وبتستمر لغاية صباح أو فجر يوم الأحد هذه الزاوية بتخلي الفرص ممتازة لتحصيل على مكاسب مالية وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن لغاية صباح يوم السبت بطت الساق والكاحل والساق ووتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات ما بعد صباح يوم السبت يعني طيلة نهار يوم السبت القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون مسكن الآلام هنا هذا بصير فيه ضعف عشان هيك الناس بتشعر بالآلام أكثر من الشيء المعتاد اللي هو هرمون الأندروفين اسمه والهرمون الثاني اللي هو الميتانولمين اللي هو هرمون مساعد على النوم عشان بالفترة هاي بصير أرق أو قلق عند الأشخاص ما بصير فيه صعوبة في النوم أو إزعاج في النوم وكوابيس وهاي الأمور بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية فترة ممتازة جدا ما فيها أي مشاكل ممكن هي فترة خلو المسار شوي ولكن إذا كان محدد وقت العملية ما قبل خلو المسار ما فيه أي مشكلة لإجراء العملية طبعا هذا اليوم اللي هو يوم 15 ويوم 16 مع وعد بث الحلقة هي أيام مناسبة للحجامة اللي هي استخراج الدم الفاسد أو تبرع الدم أي شيء من هذا القبيل هي فترة ممتازة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين 18 سبعة في تمام الساعة ستة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر وينتقل ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 17 يوم في تمام الساعة 8 و 14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيصبح 18 يوم نسبة الإضاءة 85 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة 100 في المية في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 85 في المية القمر في الدلو وبدو ينتقل للحوت ورح يمكث في الحوت لغاية يوم 18 سبعة هو الآن منتحس بنسبة 25 في المية في ساعة الصباح بيصير سعيد بنسبة 10 في المية ساعات الظهر بترتفع السعادة لـ 15 في المية ساعات العصر بترتفع السعادة لنسبة 60 في المية بعدين في ساعات المساء تنزل السعادة لنسبة 30 في المية عطارد في السرطان حتى يوم 19 سبعة سعيد بنسبة 60 في المية الآن في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 45 في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في الثور حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات الأسبوعية برج الحمل طبعا اليوم السبت أو من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح الخمر موجود في الدلو في بيتك 11 فعشان هيك بظل النشاط الاجتماعي هو المسيطر عليكم تلتقوا لأصدقاء والمعارف منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة لأجواء الاجتماعية هي المسيطرة لغاية ساعات الصباح ولكن دك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعالات من ساعات صباح يوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير في بيتك 12 اللي هو بيت المتاعب في الحوت فعشان هيك الأجواء بتصير ضاغطة عليك فبتشعروا بالتعب منال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم عشان هيك بتكونوا تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري في هاي الأيام وتخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فلا تراهنوا على الحدوض أبدا ولا تحسموا أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أن يكون في نوع من أنواع الفوضى أو تأثير أو خسارة في هاي الأيام فعشان هيك بتضبطوا عصابكم بيكون أفضل الآن من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء القمر بصير موجود عندكم فعشان هيك طاقتكم بتصير ممتازة جدا بتنشحنوا بالطاقة بتعوضوا كل اللي فاتكم بالأيام اللي ذكرناها بيصير فيه عندكم حيوية عالية حتى بتصيروا مرغوبين من الجنس الآخر بتقدروا في هاي الأيام تتخذوا قرارات حاسمة وتحلوا كثير من الأشياء اللي أنتوا ناويين عليها لأنها هاي فترة إيجابية ورح تستمر معكم لأيام أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في برج الثور اللي هو البيت الثاني لأيكم بيت المال هون هاي الأيام بصير اهتمامكم بالعنصر المادي كمكاسب أو تعويضات أرباح أعمال من عمل إضافي مستردات هبات هدايا بتحلوا قضايا مالية بتدخلوا غسطها لحل قضية مالية فترة ممتازة جدا أهم شي بس أنك تقللوا من مصاريكم في هاي الأيام برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم السبت من الآن لغاية الصباح القمر موجود في البيت العاشر لأيكم له ودلوا فبيضل التركيز أو تركيز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من ساعات صباح يوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحوت اللي هو بيتكم 11 فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أو أحد المعارف أو أحد العلاقات حتى فبتقدر في هاي الفترة أو هاي الأيام تطلب المساعدة لأي شيء ما تتردد برضو بتقديم المساعدة وفي نوع من أنواع التحالف بيكون مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم شيء أنه في هاي الأيام ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعة القمر بصير موجود بالحمل اللي هو بيتكم 12 بيت المتاعب فتعتبر هاي أيام صحبة شوي بصير في نوع من أنواع التحطيل ما بتمشي الأمور معكم بشكل جيد أي شخص بوعدكم بشيء ممكن يخذلكم ضبط الأعصاب مطلوب ممنوع أخذ قرارات في هاي الأيام قرارات حاسمة ففضل إنكوا تأجلوها لغاية يوم الخميس يعني من الخميس الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود عندكم هذا اللي بمنحكو طاقة كبيرة وحيوية عالية جدا وبداية فترة حافلة لإلكم يعني بداية أسبوع رح يكون ممتاز جدا فعشان هيك هاي يعني وصول القمر لعندكم بمنحكو حيوية عالية وطاقة ممتازة جدا برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية صباح يوم السبت القمر مازال موجود في الدرول و البيت التاسع لأيكم فعشان هيك بضل فيه نشاط في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معاهم ولكن بيكونوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم بالشوارع المفتوحة أثناء قيادتكم للسيارات المعنى بيكونوا حذرين شوي من ساعات صباح يوم السبت ويوم الأحد ولغاية ظهر يوم الاثنين القمر بيصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبصير هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبتقدروا تقدموا أفضل ما عندكم ممكن تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم إنك تكونوا على قدر المسؤولية هي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة إذا انتبهتوا للتحذيرات واستغلتوا الفرص بتكون فترة إيجابية من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء القمر بيصير في بيتك 11 له بيت العلاقات الاجتماعية فرح تنشط اجتماعيا وبعلاقاتك مع أصدقائك حتى ممكن يتوجه لك دعوي أو يكون في ترتيب لمناسبة معينة تكون أنت يعني مهتم فيها بشكل كبير برضو هاي الفترة بتقدر تستغل علاقاتك الاجتماعية لمساعدتك في بعض الأمور فترة نشطة جدا ما بينك وبين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القادم القمر بيصير موجود في برج الثور اللي هو بيتك 12 في نهاية أسبوع صعب شوي لأن القمر بما أنه في بيت المتاعب معناته فترة سلبية ضاغطة ما بيصير اتخاذ فيها القرارات الحاسمة حاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان وضبط الأعصاب يعني قد ما بتقدر وأجل الأمور لغاية ما بعد صباح يوم السبت لحديث ما القمر يعني يوصل لعندك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية صباح يوم السبت القمر موجود في برج الدلول والبيت الثامن للكم فبيضل التركيز مثل الأيام الماضية على تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة بيكون في بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب اللي بتيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة من ساعات صباح يوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الأثنين القمر بيصير موجود في برج الحوت اللي هو البيت التاسع لإلك وهي فترة حافلة جدا ونشطة جدا ومناسبة للسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم برضو فترة ممتازة للامتحانات أهم شيء في هاي الأيام ما ترتجلوا عمل ما تستخفوا بالواجبات الأطواء بتكون مسلطة عليكم بتكونوا جاهزين لتحمل المسئلية هاي فترة مهمة جدا وفيها كثير من المكاسب بالأشياء اللي ذكرناها وأمور أخرى حتى تعزيز العلاقة مع الأحباء من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء هنا القمر بنتقل للبيت العاشر اللي له علاقة في بيت السمعة بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلاقاتكم بالمسؤولين تحاولوا تنجزوا عمالكم على أكمل وجه تبعدوا عن المشاحنات والمشاكل ما في داعي للمغامرات والمجازفات ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير يعني ما بدك تشوي سمعتك بأي شيء أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في برج الثور هنا النشاط الاجتماعي وعلاقاتك الاجتماعية اللي راح تظهر على الساحة ممكن يكون في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لك دعوة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو مساعدة الأصدقاء لإلك في هاي الأيام يعني فترة حافلة جدا بالعلاقات واستغلال علاقاتك ومعاركك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم السبت يعني من الآن لغاية صباح يوم السبت القمر موجود في برج الدلو مازال موجود مقابلكم تماما عشان هيك طاقتكم بتظلها ضعيفة بتركزوا على تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للعدائية أو المشاكل أو المشاحنات لأنه أنت الحلقة الأضعب في هاي الأيام فلازم تضبط أعصابك من ساعات صباح يوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بيصير موجود في البيت الثامن اللي هو برج الحوت فهنا شوي بترتاح وبتأخذ نفس فبتصير هاي الأيام مهمة جدا لتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لأيكم بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك بتكون تحذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية في هاي الأيام أنتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة لا أي مسألة مالية ممكن تعالج أمور مالية أو إرتية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم إشي أنك ما تتدمر على مسمع من أحد من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثة وحتى يوم الأربعة القمر بصير في برج الحمل اللي هو البيت التاسع لأيكم هنا بتنشطوا بالسفر البعيد العلاقات مع الهجانة بالاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية الأمور اللي إلها علاقة بتعزيز العلاقات الحاطفية طاقة عالية جدا موجودة عندكم وفرص الحضوض بتكون ممتازة جدا في هاي الأيام أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في برج الثور اللي هو البيت العاشر فهاي الأيام بتكوا تحافظوا فيها على سمعتكم برضو بتكوا تحافظوا على أعمالكم وعلاقاتكم بالمسؤولين عنكم إن كان في مجال العمل أو العلاقات اللي بتعرفوها وبكونوا أصحاب منصب ونفوذ فضبط العصاب مطلوب ما في داعي في هاي الأيام لأي مخالفات قانونية أو مجازفات أو مغامرات ممكن إنها تشوه سمعتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية صباح اليوم السبت القمر موجود بالدلو اللي بدأت مراحل المقابلة هو في البيت السادس لإلكم فبيبدأ العمل بالتراكم تدريجيا عندكم حاولونك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو لازم تنتبهوا لغداءكم وراحتكم واليوم ما في داعي لأي مناقش حادي ما بينك وبين زملاءك بالعمل من ساعات صباح يوم اليوم السبت واليوم الأحد وحتى ظهر يوم الأثناء القمر بصير مقابلك تماما في برج الحوت طبعا هنا بتركز كل اهتماماتكم حول تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء العمل والعاطفة وهي فترة مناسبة للتفاهم مع الشركاء فترة شوي ممكن يكون فيها بعض الضغط أو تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو النفور الخلاف التوتر الضبط الأعصاب مطلوب لأنه أنت الحلقة الأضعف وعدوك أو خصمك أقوى منك في هاي الأيام فعشان هيك ابعد عن المشاكل وحاذر المشاكل على أنواعها تعتبر من أصعب أيام الشهر من ظهر يوم الأثنين ويوم الثلاثة وحتى يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالحمل البيت الثامن لإلكم وهنا بتتركز الأمور كلها على الأموال المشتركة الأموال اللي بينك وبين الأشخاص شريك فيها يعني ببنك ضريبة تأمين ميراث مطالبة بحقوق لا إلك بتتركز كلها على هاي الأجواء بفترة ممتازة فيها فرص كثير ممتازة للمكاسب المالية أو حل بعض المشاكل المالية ولكن بدون مغامرات أو مجازفات مالية يعني ما تتخذ قرارات ارتجالية لازم تشاور أو تأخذ رأي ذوي الخبرة أما يوم الخميس ويوم الجمعة ولغاية صباح يوم السبت القادم القمر بصير موجود بالثور اللي هو البيت التاسع لإلكم فتعتبر نهاية أسبوع ممتازة جدا وداعمة بقوة لإلكم بتعوض الأيام الماضية على مستوى السفر والعلاقات مع الأجانب الحوارات النقاشات الامتحانات العلاقات الحاطفية تعزيز العلاقات الحاطفية مع الأحبة فهي فترة ممتازة ولازم تستغلوها بكل طاقتكم للاستفادي منها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية صباح اليوم السبت القمر موجود بدلو ما زال بدلو البيت الخامس لإلكم فعشان هيك بتضر رغبتكم عالية جدا وقوية جدا في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وفترة مثمرة وإيجابية وداعمة فيها كثير من الحضوض لا إلكم لازم تستغلوها مش تروحوا تفرضوا سيطرتكم على الأحبة وتدخلوا بنقاشات ما بينك وبين الأبناء لا بعدوا عنها تماما لأنه في خلوه ومساره في مرحلة انتقال ضبط العصاب مطلوب وخصوصا أنه من ساعات صباح يوم السبت اليوم ويوم الأحد ولغاية ظهر يوم الأثنين القمر بصير بالحوت اللي هو البيت السادس لإلكم فعشان هيك هاي الأيام بتركز على العمل وبتركز على الصحة فعشان هيك بتكون تتوقعوا أنه رح يبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من العمل دون إهمال صحتكم أهم شيء وهذا هاي الفترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الأعمال اللي ممكن يكون عمل إضافي أو لساعات طويلة عشان هيك لا تأجل عملك لا تضيع وقتك راعي ظروفك الصحية اطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة ما تعمل مشاكل مع زملائك فترة مهمة جدا حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء القمر موجود مقابلك تماما في الحمل فعشان هيك يعتبر البيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية وتعزيز العلاقة مع الشركاء ممكن يصير في تقارب ارتباط تطوير مصالحات تراجع عن قرارات ولكن هذه الأيام لأن طاقتك بتكون ضعيفة بدك تبتعد عن المشاكل يد ما بتقدر لأنه أنت الحلقة الأضعف وهنا سهل جدا استفزازك وانت الخاسر إذا دخلت بأي نقاش أو حوار أحد أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر هنا بصير في برج الثور البيت الثامن لإلك تحرك عن مقابلتك درجة فهذا بيعزز من طاقتك المالية أكثر بيجيب لك فرص لمكاسب مالية أو بتحل مشكلة مالية لها علاقة ببنك بضريبة بتامين بميراث بقروض بمال إلك يعني مش عارف تحصله من فترة وبرضو بيجيب لك بعض الفرص المالية اللي ممكن تيجي من الزوج أو الشريك هاي فرص ممتازة بس ممكن تظهر بعض المصاريف العائلية أو الاهتمامات العائلية اللي تتطلب منك دفع الفلوس يعني حاول قدر الإمكانك تقلل من مصاريفك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية صباح اليوم السبت القمر ما زال موجود بالدلو البيت الرابع لا إلك فعشان هيك بتضل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتحتل القصط الأكبر من تفكيركم ممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن أهم إشي أنه تديروا بالك وممكن تظهر بعض المواضيع الحادة اللي تتطلب منك التدخل ولكن حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب حافظ على اتزانك ما تدخل بأي جدالات أو عداءات عائلية لأنه ما رح تكون لصالحا من ساعات صباح اليوم السبت واليوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في البيت الخامس اللي هو في برج الحوت وهنا تعتبر هاي من أهم الأيام خلال هذا الأسبوع اللي فيها الحضوض العالية جدا والعواطف الجياشي جدا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني هواية ترفيه التقرب من الأحبة برضو بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكع عشان ما تضيعش الفرص من يدك حظر بشيء جيد لعملك ما ترتجل أي عمل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إيجابة أو إشارات مهمة يعني فترة مليئة بالحضوض لازم تستغلها من ظهر يوم الأثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء القمر بيصير موجود بالحمل بيت السادس هنا بلشت ضغط شوي ييجي عليك فبدك تتحمل فترة هاي لنهاية الأسبوع لأن القمر في مراحل المقابلة الأيام اللي ذكرناها القمر بيصير في الحمل البيت السادس اللي يعني علاقة بالعمل بالصحة فممكن يتراكم العمل ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل تجد صعوبة في إنجاز أعمالك خلافات أو مشاكل بينك وبين زملائك بالعمل برضو بدك تراعي أمورك الصحية بشكل جيد من بعض التقلبات يعني حافظ على حالات أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بيصير موجود بالثور مقابلك تماما اللي هو البيت السابع وهنا التركيز كله بيصير على الشراك المالية والعاطفية وتعزيز العلاقة مع الشركاء التقرب من الأحبة المصالحات التراجع عن قرار سابق ولكن بدك تبعد قدر الإمكان عن أي عدائية أو أي مشاكل وضبط العصاب لازم يكون موجود ما في داعي للتهور لأنك الحلقة الأضعف وهاي الأيام بتسجل نقاط عليك مش إليك فلازم تبعد عن المشاكل إذ ما بتقدر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية صباح اليوم السب القمر ما زال موجود بدلوا البيت الثالث لأيكم فعشان هيك بيظل النشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فترة ممتازة جدا للامتحانات وترويج لسلعة معينة للتجارة المحلية لحتى التنقلات ولكن بدك تنتبه على كلمة التنقلات انتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة أثناء حركتك ما في داعي للتهور ما في داعي للمخاطرة أو المغامرات من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في البيت الرابع فهنا التركيز كله بصير على البيت وعلى العائلة فبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وذا لازم التحزز الروابط العائلية وتلطف الأجواء تفادي لأي أزمات أو مشاكل ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد أو ممكن يظهر الظرف يعقل وعلاقها بالأعطال والتصليحات أو إشي عائلي رح تهتم فيه بشكل كبير من هنا يعني برضو لأيام هاي لأنها ممتازة بشجعك القمر على تكرار المحاولات ما تستسلم من أول مرة ما زبطت معك الأمور خلص استسلمت لا كمل ترتفع نسبة الحضوض عندك بشكل كبير خلال هاي الأيام وخصوصا من ظهر يوم الاثنين من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثة وحتى يوم الأربع الغمر بصير موجود بالحمل اللي هو البيت الخامس للكم بيت الحظ بيت العاطفي بيت الحب بيت الحوايات بيت الأبناء بيت أحد الوالدين الأجواء داعمة بشكل كبير فهنا رح تلاقي هاي كل هالأمور اللي أنا ذكرتها رح تظهر في هاي الأيام ورح يكون لك مكاسب كبيرة منها عشان هيك لازم تستغلها ولازم تتحرك فيها وتنشط عشان تحقق هاي المكاسب أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت هنا القمر بصير تحرك وصار في البيت السادس اللي العلاقة بالعمل بالصحة فبتجد أنه العمل بدأ يتراكم عندك ما بتقدر تنجز عمالك لازم ترتب وقتك اعمل الشيء الضروري والمهم بعدين انتقل لللي بعده لا تعمل أكثر من عمل في نفس الوقت وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات في منك رح يراجع أطباء بعض الفحصات بعض العلاجات يهتموا فيها في خلال هاي الفترة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية صباح اليوم السبت القمر ما زال موجود بالدلو البيت الثاني لأيكم فهنا هاي اللحظات أو هاي الساعات بتحمل فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم هدية أشياء من هذا القبيل مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة حاولوا برضو ما تبذروا أموالكم وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيعة من ساعات صباح يوم السبت اليوم ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الحوت اللي هو البيت الثالث لأيكم فهو هاي هنا بتبدأ فترة نشطة جدا بتكثر خلالها الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة برضو للقيام بنزهة قصيرة جراء امتحانات وممكنك تعززوا العلاقة مع الإخوة والجران زي ما حكينا هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجحوا في طرح موضوع حساس أو تقدموا على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب من ظهر يوم الاثنين ويوم الثلاثة والأربعة القمر بيصير موجود بالحمل البيت الرابع لإلكم فهنا النشاط بيصير على مستوى البيت والعائلة بتكون تنتبهوا بشكل جيد من بعض الأعطال أو المشاكل العائلية أو النقاشات الحادة أو الضغطات ولكن إجمالا الأجواء إيجابية وهي فترة جيدة للي بديو سكن بيت جديد بديو يشتري أثات بديو يشتري بيت بديو يستأجر بيت بديو ينقل قار أو أرض هاي فترة ممتازة جدا لهاي الأمور ولكن زي ما حكينا أنها بتحمل بعض المصاريف الزيادة والمفاجئة اللي لها علاقة بالبيت والعائلة فضبط ميزانيتكم مطلوب وضبط أعصابكم أثناء النقاشات والحوارات والمشاكل العائلية برضو مطلوب أما من يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القادم القمر بيصير في برج الثور البيت الخامس لكم هنا فترة ناشطة جدا بالحضوض بالعاطفة بالحب بالهواية بالترفيه بالتجميل أيام ممتازة جدا لازم تستغلها داعم لإلك بقوة ممكن تحقق منها كثير من الأشياء والمزايا اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية فعشان هيك لازم تنشط بكل طاقتك لتحصيل وتحقيق ما تطمح له في هاي الأيام برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا من الآن اللي هو موعد بث الحلقة ولغاية صباح اليوم السبت القمر ما وجود في الدلو البيت الأول لكم هنا رح تبدأوا فترة أفضل من سابقتها كمان بطاقة عالية نشاطكم قوي جدا بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم العاطفية من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير في الحوت اللي هو البيت الثاني لألكم فهاي الأيام ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة بتقدروا تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك لكن تكتحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر هاي الأيام مصاريف غير متوقعة فعشان هيك لازم تنتبه لأموالك برضو من السرقة أو الضياع أو تخذ قرارات فيصلية لها علاقة بالمال فلازم أنك تكون حذر من ظهر اليوم الأثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء القمر بصير موجود بالحمل البيت الثالث لألكم فهنا النشاط بصير عالي جدا على مستوى الاتصالات الرحل الاستجمام تغيير جو التنقلات بين المدن ولكن الاتصالات على كثرتها والاهتمام بالإلكترونيات أو حتى بأمور اللي إله علاقة بالامتحانات فهي ممتازة جدا حتى سرعة البديهة عندها قوية وقدرتك على الإقناع ممتازة جدا يعني فترة حافلة وممتازة جدا أما يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في برج الثور اللي هو البيت الرابع لألكم فهون التركيز كله بصير على أمور عائلية أمور بيتية أمور الحلاقة بالعقارات بحديقة البيت بتصليحات ترميمات بعض الأعطال ممكن مناسبة ممكن خلاف بتحاول تحل وموضوع عائلي بتحاول تدخل فيه لكن ابعد عن اتخاذ القرارات أو العدائية أو الهجوم العائلي فترة برضو ممتازة لا التجارة بالعقارات أو استعجار بيت تنقيل من بيت لبيت الترحيل أو حتى أنك تفكر في بعض الأمور اللي إله علاقة بالبيت برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك نظلوا شاعرين أن الطاقة ضعيفة جدا التعب لسه مسيطرة عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود لغاية ساعات الصباح يعني وأثناء التعامل مع الغير ضبط العصاب مطلوب ما في داعي لاتخاذ قرارات حاسمة وفيصلية في هاي الأيام من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد وحتى ظهر اليوم الأثنين القمر بصير موجود عندكم بالحوت وهو بيتكم الأول فهو رح تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بإمكانكم تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة خلال هاي الأيام أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة وتعتبر من أجمل أو أفضل أيام الشهر من ظهر يوم الأثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعة القمر بصير موجود في الحمل والبيت الثاني لألكم فبتتركز نشاطاتكم على الأمور المالية مكاسب مالية مستردات مالية هباة دعم هدية ممكن تحل مسألة مالية معينة تهتم لسداد فواثير أو ترتيب وضع مالي يعني تحمل لك فرص ممتازة لازم تستغلها ويبعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي في خلال هاي الأيام أما بالنسبة ليوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القادم القمر بصير في برج الثور البيت الثالث لألكم فهونا بتنشطوا بالحوارات بالسفريات بالاهتمام بالإلكترونيات بالسيارات يعني فترة ممتازة جدا حتى لتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران يعني بدك تستغلها على كل الأصعدة حتى علاقاتكم العاطفية في هاي الفترة بتنشط بشكل كبير الحظ رح يكون حليف لإلك سرعة البديهة قوية قدرتك على حل والنقاش والإقناع عالي جدا أهم شي إنك ما تفرض رأيك بالعصبية والتوتر والشدة والهاي كون مرن لحالها بتنحل الأمور فترة ممتازة ونهاية أسبوع ممتاز هيك منكون انتهينا من توقعاتنا أو لمحتنا الأسبوعية بتمنى كل شيء إيجابي حكيته يصير أي شيء سلبي ما يصير وفي النهاية نحكي هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر